مساء النور ومساء الخير أحبابي الغالين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة إن شاء الله يا ربي انتمنى دائما نكون على حسن الظن ديالكم اليوم جيت نرد على بعض القنوات اللي أول واحدة واحدة السيدة كنت هدرت عليها قتليها كتش بدينها كاملين أنا أختي ما سميتكش أنا ما سميتكش وما كان عارفكش وما عندي بيك حتى شي شي معريفة باش نكون واضحين ما سميتكش أنا كنهضر مع الناس اللي كانوا طالعين معها في اللايف وكيسبوني وكيعيروني وهيا وياهم جموعين عليها كنهضر مع ذلك الناس إلا كنت أختي منهم ما كيهمنيش موهم أنا هضرت على الناس اللي كانوا كيسبوني عندها في اللايف أول حاجة وقلت يا أختي بأن أنا كنقول بأن أنتو ملكة تمشيوا أنتو القناوات كمشيوا وخصوموا ما يلقطوا بشي هدروا على هوية أنا أختي ما كنهضرش عليك أنا كنقول المتتبعين ديال خيخي هما اللي كمشوك يستفزوها باش هي كتلقامة تحت عليها ما سميتكش وما قلت لك لانتي وما غيرك أنا ما كنعرف حتى شي قانات من غير قانات وحدة ديال سيمو تركيا تحياتي لي وحتراماتي الكبيرة ليه أما شي قانات خرا ما كنعرفها وما عندي غرض بها الأخ اللي كان البارح هدر وليوم صبح عاوتيني كيرت أنا أخويا ما هدرتش معاكم وما سميتكمش ومجمعتكمش أنا هدرت على رأسي أنا كمرأة مغربية كان نمثل نفسي كأنني بحالي بحالهويا إنسانة إنسانة عندنا أغلاطنا عندي أغلاطي ثانا عندي أغلاطي وكنشوف الأغلاط ديالي ماشي الناس ما كشفوش ديالهم ويقصوا 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 ويحسبوا الناس و أنا قد نقول لكم هذا آخر رد لكم لأنني لم أتروني نجاوبكم أنا أخرجت غير بواحد وضيح دابة بأنني لم أكن أتحقا شي واحد لم أكن أتحقا شي قانات وأي قانات بعيدة اليوم ومتبع رأسي ومتبع هذا الشيء اللي أريد أقول وأنا بيني وبين خيخي أنا أقول لكم بيني وبين خيخي واللي أريد أن يجيه النفس مرحبا أنا لم أكن أتحقا مع تشي قانات وحتى تشي قانات لا تجيه شي حاجة في جنبها لأنني لم أكن أتحقا على تشي قانات كان أتحقا على خيخي وعلى الناس اللي متابعينها ويقصوني يعيروني فقط لا غير واحد الآخر وثاني عنده قانات نت دابة نتحضر ودار فيديو عليا كيتماء نفاق خيخي اللي قلت سوف تخرج المكالمة أنا لم أكن أتحقا مع تشي وحدة لا هوية ولا غيرها أنا كنشوف الحق كان أتحقا على الحق أنا لم أكن أتحقا على الحق أنا لم أكن أتحقا على الحق لماذا منافقين؟ لماذا منافقين؟ لماذا تكسيدة مني كنت تهضر ومازالة تهضر متبعينها؟ لماذا تدير أغلاط ديالها وكتقولون أنها لا لديها أغلاط؟ هي شريفة عليها لماذا تقولون أنها مزيانة هي عندها أخلاق هي حسن مني في الأخلاق هي محتار معلية؟ لماذا؟ لأنها منافقين أنا ولديها أخرج لأنه لم يحبوني أنا لم أحبق أيضا لم أحضر تشيقانات للماذا أتحقا على القناة والأخ الذين أسألوا فيديو وقاموا عليه من أحبا على اخرال منافقين لم تنطفق على اخرال منافقين فلن تقلب على اخرال منافقين كل منافقين في اليوتيوب وسألك مثل منافقين والمنافقين وجدتك الفقسة أن أنهِنهضر سأتهدر ونبقى نهضر ونقسم بالله ونهددني إذا لم أخرج في الإعلام نهضر ونقسم بالله دعوني أتركي لكم لا أسمي أي شيء قانت نهضر على خيخي فقط خيخي تربي رسعة تربي الناس خيخي تهضر على الناس محتجبات لا نسكت على هذا الموضوع لا نسكت على هذا الموضوع لا أريد أن تأخذ لا أريد أن تتسكتني لن أريد أن تربي ليس لذين أن تربي لا أريد أن تسكتني والله، لا يتسكت علي وانه تريد أن أقول شيء أخير فيديوه الذي سوف أسكز لكم في هذه الفقرة لا أريد أن أجابه أحد أنا أحترام انا جاوبته باحترام الأخت اللي قلت لك انا على القناة انا اختي مجبتكش وما سميتكش انا ما كنهضرش على القناوات انا كنهضر على المتتبع عندي الخيخي اللي ننظره عليها فقط السيد اللي اهضر عليها قال لك لا ما خسكش ديري ما خسكش تبعيها وحوايج اخرى انا ما متبعش انا ما متبعش هويم وما عندي شغارة بهويم كنهضر دابا حاليا على راسي فقط كنهضر شي شي خيخي سباتني كنجاوبة دابا اما تقولي عصابة او لا ما شئ عصابة انا ما عندي غرض لف العصابة او لا ما غير العصابة وانا قلت كنهضر على راسي فقط كنهضر حاليا على راسي وعلى المتتبع عندي خيخي وخيخي اللي هما اللي نادوك يسبوني اللي الى كنتم منهم اللي كنتم داك نهارك تسبوني راتنتم وما راكم في الموضوع ما كنتمش معاهم لا داعي انكم دخلوا راسكم في هذه المشاكل بالنسبة الاخ تالي اللي دا بحط علي فيديو اللي هضر معايا في التليفون وقال لي واهضرت معاها بالحقانية وما عجبوش لحلقة كلها تبعدي منا وخرج يا راسك اللي كنت يبغى لي زابوني نقول لها تهضر معاك وتعطيك شي فيديو تهضر لي لي باش تطلعي القناة ديالك انا ما كنتم طلع على ظهرت شي واحد انا كان هضر حقانية وكان هضر على الحق واللي بغا يموت يموت واللي بغا يترتق يترتق انا تعلي تغنس داك القناة وغادي انجلس ولكن ما احدي داير القناة غادي انهضر على من معجبني كيفما انتم ما كيعجبكم على من تهضروا حتى انا غادي انهضر على من معجبني عندكم تدروا لي فيها لا تهديدات ولا اقسم بالله وشي حد مشاهدتني ولا شي حد قلي شي حشما شي هي هذيك انا ما كان سميكم انا بعيد عليكم انا ما جاء بدأت شي واحد انا جاء بدأتني انا هضرت معها في الاول بحتيارة ما احترمتني بني وبينها تشي قناة ما تدخلي انا تشي قناة ما سميتها او تشي قناة ما هضرت عليها وما كان اعرف تشي قناة وما عندي غرض في حتيارة ما غير سميتها او تشي قناة او تشي قناة ما غير سميتها لذا انا ما كان شبتش واحد اعطني شبارة 9 انا مع اخي خي اليوم الدين ستحسب انوية او يالك ستقول لي را ستجدوا القناواتين نوضع عليك سأنا را ستجدوا القناوات كبرة الى وصل الملايين ستتهضر عليكم وان شاء الله في الصحافة ستتهضر عليكم لان ما بعدتش من الطريقة لانا ما شبتش واحد كان اهضر والذي ستتهضر علي الدين والذي ستتهضر علي الاخوان والحجاب هذه ما زالها ستنوصل الرسالة للامة الاسلامية اللي سننظر لها كاملين كما انتوصل للحجاب وتهضر هنا خط حمر اصطب ليس يعجبكم كلامها وعجباتكم اهضرتها والذي ستنقضوني وتهضروا عليها تقول لي المحترمة عليك هي محترمة عندكم في عينيكم ولكن عند الناس اللي مربية وعندها اخلاق عندهم انا اللي محترمة والنبينا عليه السلام والذي ستنقضي للحرب وانا اخر فيديو سننظر علي قناة لانا ما نعطي قناة كثير من المستوى وكثير من قيمتها لذي ستنظروا علي قناة لكم لكي لا تنظروا المواضيع ودخلوني انا في المواضع لكم هضروا احد اشبعوا انجوان لا تهول شي واحد وانا اصحبكم انا هو يموت بالفقسة وانترتق انا لا اترتق بشي واحد اللي يريد ان يقول شي حاجة يقولها انا صالحة نفسي مع رأسي ومع الله سبحانه وتعالى ربي اللي يوقف معي وربي اللي يكون في جنب لكي تقول لي الناس المتتبعين لجيك من طريقه امرة سيسمحوا فيك ويجعلوك لا يبقى لك حتى يمشي انا لا لدي غرض فليزابوني عندي الله سبحانه وتعالى انا كان اهضر بالحق وربي لا يخيبني وربي سينصرني على القوم الظلمين وعلى هذه السيدة هذه المخلوقة اهل نعيب في المخلوقة لحقا الشهية عيبت فيها وعيبت في الحجاب وطيحة قلتك انا دائرة وفعلة وتركها ويحييها ويكمل عليها مهم انا اقول لكم اي واحد يريد ان يلقاني انا لا اخاف اسمتوني انا لا اخاف هؤلاء الذين يريدون ان يقولون اسمتوني انا لم يتقدم وملا распادماني انا لن يريدون ان يتركها ما ترى ح meters